في اكبر صفقة استحواذ يشهدها العالم هذا العام اشترت شركة باير عملاق صناعة الدواء الالماني شركة مونسانتو الامريكية كبرى شركة تجارة البذور في العالم مقابل 66 مليار دولار حيث حسمت الصفقة بعد اربعة اشهر من التفاوض بين مجلسي ادارة الشركتين لتوافق مونسانتو اخيرا على عرض باير البالغي 128 دولارا للسهر هذا يوم منترخي بالنسبة لباير وكذلك لمونسانتو الشركتان ملتزمتان بالمساعدة في تذليل احد اكبر التحديات التي تواجه المجتمع وهي كيفية اطعام سكان العالم الذين يتزايد عددهم بشكل كبير وبموجب هذا الاستحواذ تنشأ اكبر شركة في العالم للبذور والمبيدات الحشرية حيث يقول المراقبون انها قد تتحكم في اكثر من ربع السوق العالمية في هاتين البذاعتين نحن متحمسون جدا للمستقبل حيث ندخل عصرا جديدا في مجال الزراعة انا فخور للغاية بالطريق الذي مهدت لها مونسانتو وجنبا الى جنب مع باير الا ان هذا ايضا سيدفع السلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار العالمية الى مراقبة ذلك الارتباط بشكل وثيق كما ابدى بعض حملة الاسهم في باير تخوفاتهم من ان الصفقة قد تؤثر على سير اعمال الشركة في مجال الدواء